مدام نحن عم نحكي عن الفرص للاستثمار والتجارة والسياحة وحضرتك القنصر الفخري الأردني لدى نايجيريا ما هو دور القنصرية الفخرية الأردنية بنيجيريا واللي موجودة بلايجوس؟ نعم القنصرية الفخرية نوجدت لمساعدة التجالي الأردنية بكل أنواع الأشياء المعقولة عزوها نعم من ناحية الثقافية التجارية التبادل المعلومات وكل هالأنوار بما أنه ما في قنصرية كان أردنية ولا في سفارة نوجدت القنصرية الفخرية لهالموضوع لحتى مساعدة وتقوم بمحل كل شيء كأنه موجودة قنصرية فعلية نعم اليوم إذا منتحدث يعني إذا فيه فرق بين السفارة وقنصرية أو سفير وقنصل الموضوع يمكن مرتبط أكثر بالتمثيل الدبلوماسي السياسي كسفير نعم وبإجراء كافة الأعمال اللازمة للمملكة الأردنية بنيجيريا نعم 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 ن العلاقة التجارية من وين بيبدأ شو بتقدر القنصلية تساعده أو شو المجالات الموجودة أول شي منشوف إذا بحاجة لهالبرودكت بهالبلد فينا نساعده تاني شي بالتسجيل بيكون في كتير قصص نساعده فيه أنه ما يكون ضحية نوع من يدفع زيادة أو اللي هو فإحنا فينا نساعده بكل هالمعلومات إن كان بالشارجز طبع المحامة ما يكون عم يدفع شي زيادة إذا فينا نحن كمان عنا بالأنصلية ثلاث محامين فيه ساعده فري اوف تشارج يعني فيه شي زيادة بنعمله فيه معاملة منخلص له إياها يعني هاي أهم شي لحتى يحس إنه فيه باك أب وراك أوفيس سابورت لا يساعدوا بهالموضية جميل نعم إذا تحدثنا عن نيجيريا صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا وهناك كثافة أيضا سكانية عالية أكتر من 230 مليون تحدثنا تفاصيل أكثر عن نيجيريا نعرف الناس اللي يتابعونا لأنه عم نحكي عن تبادل مشترك يعني من نيجيريا للأردن والعكس هلأ نيجيريا صارت نمب يعني كاقتصاديا هي الأولى بأفريقيا وعم تكتر يعني كانت جي دي بي تبعها من شيء سنة 440 مليار دولار وعم بيطلع هلأ العدد السكاني كمان عم بيزيد بشكل سريع نعم فهيدو كلها بتعمل المنطقة نحنا صحيح اللي نحنا موجودين فيها أنه نصدر كل غراضنا على بلد متعطش لغراضنا لأنه بيحاجة لكل شيء نعم غزائيا مكانات اندستريال كل هالأساس بيحاجة لإله نعم فهي جيدة للتجارة الأردنية نعم للصناعين يشتغل هل هناك مثلا قطاعات معينة عم تزدهر عم تكون بومنغ مثلا أنت من تجربتك بتنصح أنه الواحد يدرسها أكتر يلتفت إلها أكتر نعم بالغزاء أكيد بيحاجة أكيد بالكل شيء فارماسوتيكال بيحاجة لأنه في ناقص نعم وهذا اللي نحنا اللي نعم نشتغل عليه أنه نعزز الماديكال توريزم نعم السياحة العلاجية علاجية لأنه هذه كتير مهمة نحنا فينا كتير نستفيد من نيجيريا على المالتان إن كان للأردن هناك وإن كان من هناك يجوا يستثمروا بالأردن نعم في كتير يعني رجال أعمال لامعين فيهم يجوا لهون يستثمروا بالسياحة بكل شيء موجودة الوفرة يعني أنا في بروجيات عم نشتغل عليه نرجع نطلقهم عليه بعدين يلي هو أنه تهين هالأمور لتنرجي كتير على المالتان بسط لأنه تعرف ليس سهل الواحد يروح لدولة أفريقية بهذا الحجم ويعرف وين يستثمر فضروري دور القنصرية الفخرية لتساعد وما يكون ضحية حدا يأخذ مثلا يعني ما يحق الهدف الحرم صحيح ووجودين نعم طب ماذا عن السياحة هل هناك مثلا مناطق سياحية بتسوى الناس تروح تزورها تكون منظمة بطريقة أخرى بهذا الموضوع منفضل يجوهن لهن نجيبهم نحن السياحة لأنه سواء سياحة علاجية لأنه هنه يعني طلع أنه دائما معروف نقول مثلا دبي هنه دائما بيكونوا يوما 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 بين الروس ببرج العرب نعم بتوجهوا لدبي كإنفاق وينزلوا ويشتروا يعني الشوپينج طبعا هنه لازم نجيبهم هنه هنه يعني جماعة لالي الشعب النجيري كثير ايدمي هنه لسوء الحازي يمكن في قلة أعطت عنهم منطلق إذا عم نحكي الإحتيال أو إذا عملوا نوعا بس هنه يقل إذا من نعملهم نحن على البرسنتج ما بيطلع 0.000 شي بس أنت اللي حكيته كتير مهم فيما يتعلق بكوجهة إذا بدهم يعملوا سياح بروحوا لدولة الإمارات هل هناك نقص بالترويج السياحي بالشكل الكافي للأردن هناك نحن نحن تحسنت العلاقات كتير تعرف أننا من قبل كانت جنسية مقيدة وكان بل يتعود على فكرة أنه يجو لهون وأكتر شي نحن بيهمنا يكون فيه فيلترايشن للناس اللي لازم تيجي غربة لأكثر نعم أنه في ناس جاي لغير أهداف نحن ما عايزينا نعم شو سبب أنه نيجيريا تعتبر من الجنسيات المقيدة في أكمل دولة مثلا مثلا كالدولة اللي بيكون فيها عدد سكان كتير بيكون فيها شقفة من أنه في فقر فبيجو عفيزة سياحية بيعملوا مثلا بروحوا يشتغلوا بس أنه هاي محلولة يعني بمكن تكون فيه ضوابط من قبل نعم بينعرفوا من قبل الدولة مثلا لحتى نقدر نكسب السياحة نكسب تجارة نكسب استثمار بدكون مقيد نعم نحن نجيب اللي لازم يجو نعم طب إذا نركز على محور السياحة كيف برأيك اليوم ممكن نروج أكثر للأردن السياحية جلالة الملك وصمو الأمير حسين فتحوا السياحة نعم وصار عم بصير فيه ترويج وراحوا من هون كمان اللي هونيكي عملوا بروموشن ألا هي بدها بس شوية بعد شغل شوية نوليدش لكن عرف مضبوط ولح تتحسن وإن شاء الله يعني عن جد أنا بالنسبة اللي نيجيرية يعني كشعب نيجيريا بحبوا يجي على الأردن لأنه إن كان للسياحة الدينية نعم كتير مهم نعم لأنه هن بيروحوا على دول مجاورة فيون يجوا لهون ومن ناحية الشرائيا عندهم في قوة لأنه بيجوا بيشتروا كل شي ومثل عملي كن شعب آدمي يعني يعني قريب كتير منيح في التعامل معه في إشي تانيك عم تزدهر فيه كمان نيجيريا الموسيقى نعم يعني عم بيستثمروا بالموسيقى بالإنتاج الموسيقي صارت مشهورة صارت مشهورة طب النائد لابز عم تسمعيون يعني نيجيرية بالضبط أنه عم تنشهر طب هلأ عيشتك هناك كيف هل موجودة الخدمات هل موجودة الاشياء اللي بتسهل العيش هناك يعني إذا الشخص بيفكر يروح ويستثمر أو يتاجر في كل شي يعني هي تطورت يعني نحكي نيجيريا من عشرين سنة شي وهلأ شي نعم فهلأ كتير عم تتطور وأنا بحسها سون يعني عم ينعمل في مدينة مثل دوباي عم تنعمل هي الإيكو أتلانتك آه هي الإيكو أتلانتك لح تصير فيها كلها أبراج وبلش وعمروا فيها نعم أعتبر خمسة سنين لح يصير فيه شي كتير حلو بنيجيريا فنحنا ليش لننطر بالضبط فيه يروحوا رجال عمالي عمروا نعم فيه كتير أبورشونيتيز يعني هلأ اللي ما بيعرف أنه عندهم مثلا كونسولية للأردن نحن يعرف صار يعرف ونحن بخدمتهم نعم طب إذا من نحكي على هيك يعني حضرتك عشت في الأردن وأيضا بنيجيريا نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف يعني مثلا إذا حدا من الأردن هلأ بديو يزور نيجيريا شو بتحكيله كيف تقافة الشعب طريقة التعارف هلأ أول شي يمكن يتفاجأ أنه أوكي إنجليش سبوكن كونتري بس شوية بيتجن إنجليش بديو يتعود أنه الإنجليزي ياخد ويعطي فيه يعني مثلا بعطيكي إذا قالك نوبي سو هي بالإنجليزي إذن ذات سو فمختصرين نوعا ما نعم بديو وقت ليتعود على اللغة اللغة يعني بتنعرف بس غير هيك مثل أول ما أقول لك شعب مضياف ما عنده مشكل مع الإكسبات ويسهلون الأمور حتى لا يستجل الشركة من البلدين القليلة التي تسجل لك شركة بشي خمسة سبعة أيام يعني في تجيل الاستثمار وكي تكون 100% اونر أه لا تلاك بشكل كامل وممكن الواحد يعمل شركة مثلا استقطاب السواح للأردن مثلا أو يروج للأردن 100% تشعر سهل وين أسهل يكونوا بلايغوس أو بالعاصمة أبوجا كل منطقة لها شي بنيجيريا هي ثلاثة ترايبز عندك هاوسا إيبو واليوربا لاغوس يوربا لاند أبوجا هاوسا بس هي الفادرال الكابيتل يعني والإيبو كل منطقة لها كريتيريا معين يعني إذا السياحة مسيحية لن نحكي منطقة الإيبو أكثر منطقة بتجيب لأنه هي التي تهمهم الغالبية مسيحية نعم بيافر أسهل نعم هاوسا بالتاني كمان سياحة الدينية مسلمة واليوربا ميكس مثلا باليوربا لا تشوفي بنيجيريا لا تشوفيها بغير بلدان اليوربا يخلق شي ويصير شي نعم يعني هذه ميكس عنده الحرية يختار دينته أنا خلقت هيك ما مبسط بدي غير فتقر نفس البيت ما عندي تعقيدات نعم نحن منوها أيضا زي ما حضرتك ذكرت موجودة هذه القنصلية لمساعدة كل الأشغاص المهتمين عم نستعرض أو رح نستعرض تباعا الإيميل مباشرة بقدروا يتواصلوا عبر الإيميل صحيح نعم أكيد نحن موجودين هناك كرميل هيك شكرا إلك معالي السفيق القنصل الفخري سيد باتريك أبي ناهد أهلا وسهلا فيك شكرا أبتك ألف عفين وورتنا